يعني فيه شيء عن الحج مؤلفات روايات ويعني أول لا ظل تحت الجبل لا ظلة تحت الجبل وهذه أيام مباثرة الحقيقة ترتيب الروايات هذه أول رواية وليس سميتها تحت الجبل لأنني أنا مولود في مكة في جبل أبوكبيس جبل أبوكبيس وجمج جبل السبعة البنات بين الجبلين وهذا يعني تقدر سيرة ذاتية للمؤلف ووصف حي كأنك تشوف قدامك تصور بالكاميرا لمكة وعداتها تقاليدها والثاني الثاني الثاني هذا هذا اللي هو تراب الرماع هذا يعني يحكي قصة شاب من جزر تركية حكم الأيام حكم الهاشمي إلى أحد البداو أم أبو بدول أصراع بين الأجناز والحياة الفطرية والحياة التركية والذي كانت عايشة ذات ثمن هذه قصص أيام مبعثة قصص قصيرة كل قصة تحكي عن نفسها يعني نجي لكتب الوثائقية الكتب الوثائقية اثنين مؤلفات عن مؤلفة تركيا ومؤلفة أنت كنت رئيس مطوفي حجاج إيران وبعدين يجي هذا الكتاب البلوت هذا الكتاب البلوت هذا القصة يعني تطول تطول ممكن هذا مموكتاب ولكن استغلت كتابة البلوت ستة شهور وبدأتها وأنا في جبل في كان في فرنسا ثلاثة شهور خلصتو وستة شهور جمعت طباعة وكذلك ما إشكستو يعني أن طلع من هذا الكتاب ثلاثة مرات ثلاثة نصحة وكل نصحة تختلف فيها تنقيحات وزيادات أنا لم أبحث كيف تلعب البلوت ولكنني بحث فيه كظاهر اجتماعية ظاهر اجتماعية غطت على جميع العادات والتقاليد اللي كانت في حجاز ويمكن فهم منه القرآن ووزع كثير الكتاب كم نسخة كم نسخة وزعت منه أو كم طبعة أنا وزعت كتابة طبعات كل طبعة خمسة آلاف اللي حدعتها أكثر حدعتها ضعاف اللي بيعتم طيب عد فيه قصص حلوة وأمثال حلوة في نهاية الكتاب فيه الأمثال اللي تقال طيب هذا الكتاب هذا الكتاب وأنت قلت قبل الهوى قلت في مقارن أنه هذا هذا قلت لك قصص حلوة ستة شهور وقصصه سمعتها هذا الكتاب حبي للتوافة وشغفي بيها دفعني لأني أرصد وأسجل وثائق لم تنشر ولم يعرف عن أحد فأضطرني هذا الكتاب لأنها أرجع إلى جميع مكتبات العالم المشهورة مكتبة الكونغرس في أمريكا مكتبة برلين مكتبة إسطنبول الشيف العثماني الشيف العثماني ما حاجة يدخلوا إلا بالتصليح من مجلسة الوزراب فاستحصلت على التصليح ذا وسافرت وجمعت الفرامنات اللي كانت تصدر عن الحج الكتاب هذا في 113 مصدر مرجع وكلها موثقة بصبحاتها بأرقامها عنها جمعت حوالي 30 نسخة مخطوطة من الرحلات بالحج اللي قام به المساشقون على المهم هذا الكتاب أول كتاب سجل ويرصد التوافة والحج والحجاج كتاب البلوت وزع أكثر من هذا الكتاب عش أضعف هذا ما حد أش تعليقك على هذا الجانب ليش مجتمع ثقافة فكر محدود أنا هذا كان ممكن شبع حسن قزات الله يرحمه معك دفع لي 100 ألف ريال عشان أحط أعلان عن قزات في الصفحة الأخيرة لا لا البلوت هنا قل لي بس حط في الطبعة الثانية هذه الطبعة الثانية هناك 100 ألف ريال محمد صعيد الطيب موجود حاضر قلت أنا هذا أقصبني شهر أكثر من مليون بلحق بقول لك هذا يعني كان جواز مرور لأي مشكلة